اكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بصفة دورية تنفيذ تكلفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم دعم مضاعف في المرحلة القادمة للقطع الخاص وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادية قال مدبولي أن كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة وأن كل وزير سيكون مسؤولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات كما عرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع ما تم تنفيذه حتى الآن من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد في الخامس عشر من مايو الماضي وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزراء خلال 24 ساعة من ضبط 430 قضايا تموينية بمضبطات بلغات أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 604 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 66.5 طن أقمح محلية أعربت مصر عن خالص التعزي والمواساة لجمهورية بنجلاداش الشعبية الصديقة في ضحايا الانفجار والحريق بمستودع لحويات الشحن بالقرب من مدينة تشيانجونغ بما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتقدمت مصر بصادقة تعزيها لذوي الضحايا وتمنيتها بشفاء العاجل للمصابين مؤكدة تضامنها ووقفها مع بنجلاداش في هذا المصاب الأليم مرحبا بكم مجددا ونستكمل أخرى تطورات فيما يخص حريق بنجلاداش حيث توصل فرق الإطفاء في بنجلاداش لليوم الثالث على التوالي محاولتها لإخماد الحريق الهائل الذي أودى بحياة واحد وأربعين شخصا في مستودع حويات جنوب شرق البلاد وقال مسؤول الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق إلى حد كبير ولكن لم يقمد بالكامل حيث تهدد حاويات قريبة محملة بمواد كيموية بحدوث انفجارات تشكل خطرا على الحياة وأدت الانفجارات إلى تحطم بعض نوافذ المباني في المنطقة على مدار الثلاثة أيام تحاول فرق الإطفاء في بنجلاداش السيطرة على حريق هائل بأحد مستودعات الحاويات جنوب شرق البلاد أودى بحياة العشرات وإصابة أكثر من مئتي شخص وبالرغم المحاولات الجارية للسيطرة على الحريق قال مسؤول الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق إلى حد كبير ولكن لم يخمد بالكامل حيث تهدد حاويات قريبة محملة بمواد كيموية بحدوث انفجارات تشكل خطرا على الحياة وفي محاولة لمنع انتشار النيران بسبب المواد الكيموية انضمت فرق إضافية لمساعدة فريق الإطفاء للسيطرة على الحريق وتجنب انتقاله إلى القنوات المجاورة على ساحل خليج البنغال شرطة مدينة سيتاكندا أعلنت أن من بين ضحايا الحريق تسعة قتل على الأقل من بين رجال الإطفاء وأصيب ما لا يقل عن خمسين من عمال الإنقاذ من بينهم عشرة من رجال الشرطة دون الإشارة إلى أسباب اندلاع الحريق لكن مسؤولين في خدمة الإطفاء يشتبهون في أنه شب في حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعا إلى حاويات أخرى في السنوات الأخيرة شهدت بنجلاديش اندلاع العديد من الحرائق الكبيرة التي أدت إلى مقتل المئات كان آخرها مقتل أربعة وخمسين شخصا في يوليو من العام الماضي نتيجة اندلاع حريق في مصنع للأغذية خارج العاصمة دكا ضعف البنية التحتية وإجراءات السلامة الصناعية أثرت العديد من الانتقادات الدولية لبنجلاديش ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم واسطى دعوات لتطوير اللوائح وتطبيق قواعد الأمان لتجنب تقرار اندلاع مثل هذه الحرائق وعن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ألقى رئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي خطابا لشعب الأوكراني بعد زيارته لمناطق زابوريجيا ودونسك ولوهانسك وهي مناطق تغضع جزئية للسيطرة الروسية خلال الزيارة التي التقى فيها زلناسكي بالإدارة المحلية والشرطة والجنود أكد أن الظروف الحالية مؤقتة ولكنها ليست سيئة بعد هذه هي زيارة زلناسكي العامة الثانية خارج منطقة تركييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بحث رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي جهود انهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية جاء ذلك خلال تصال هاتفي بين جونسون وزلناسكي حيث قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الجانبين نقش المفاوضات الدبلوماسية الجارية من أجل تحقيق ذلك أعلن الجيش الأوكراني سيطرته على نصف مدينة سفارة دعنسك الرئيسية في شرق البلاد بتزامن مع زيارة الرئيس فلاديمير زلنسكي لقواته على خط الجبهة في غضون ذلك تعهدت دول غربية بإرسال مزيد من الأسلحة وسط اشتداد المعارك للسيطرة على سيفردانسك والتي تحمل أهمية استراتيجية باعتبارها أكبر مدينة في منطقة لوهانسك غير خاضعة للسيطرة الروسية وأعلنت المملكة المتحدة بأنها سترسل على غرار الولايات المتحدة قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا في تحدي للتحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزويد كييف بأسلحة متطورة ترجمة نانسي قنقر قال مجلس الدومة الروسي أن ضرب مطار كييف ووسائل النقل في العاصمة الأوكرانية من الأهداف المحتملة لروسيا أضف رئيس لجنة الدفاع في الدومة الروسية أن مقر الحكومة في كييف سيكون هدفا ردا على تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متطورة كشف استطلاع حديث للرأي عن أن أكثر من 70% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ارتفاع معادلة تضخم وغلاء أسعار الوقود وأوضح الاستطلاع أن الأمن الاقتصادي ستظل له الأولوية في تحديد المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للقونجرس والمقررة في نوفمبر المقبل وقال 51% من من تم استطلاع أرائهم قالوا أن التضخم والاقتصاد ستكون لهم الأهمية القصوى في تأثير على قرار الناخبين في العام الجاري للتجديد النصفي للقونجرس يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا يوم الخامس المقبل لرسم برنامجه التحفيزي الضخم لشراء السندات في ظل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي خلال الاجتماع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 8.1% على أساس سنوي في مايو وهو رقم قياسي منذ انطلاق العملة الموحدة وأهل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وإلى أخبارنا المحلية حيث منظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمنطقة الكيلو 17 والتباعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بتنصيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية شاملة القافلة تعيادت متنقلة في 11 تخصص طبي إضافة إلى معمل الطفيليات وآخر للدم وأدوية بالمجان كما تضمنت القافلة ندوات لتصقيف الصحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا نحن النهاردة بنخدم أهالينا في قرية السلام كيلو 17 لأنطرة غرب النهاردة العدد والإقبال من الأهالي كبير جداً غير ما كنا متوقعين معي تخصص وابط كثيرة من بطنة وأطفال وجلدية وتنظيم أسرة ونسا أنف وأذن وجراحة بعض التخصصات اللي مش موجودة بيعمل لها إحالة على المراكز والوحدات التأمين الصحي الشامل نحن دلوقتي بين أهلنا وبين ناسنا أنا كنت عايزة كل يجيشوف الفرحة اللي ما بين أهلنا وبين ناسنا النهاردة زي ما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفة أن نحن نخش كل قرية وكل عزبة وكل شارع في الكرة الريف المصري نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إقاف مع شهد جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحوي لها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري وأكد المركز الإعلامي استمرار صرف المعاشات لجميع حامل البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال أليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة مشدداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص كما نشد المركز أصحاب البطاقات التقليدية بسرعة التوجه إلى أقرب مكتب بريد أو أحد فروع البنك الزراعي لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أي تأعبأ مالية على أن تتم عملية الصرف من الكارت الجديد اعتباراً من الشهر التالي لإجراء عملية التحويل تتواصل فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي ينعقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يونيو الجاري وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم اليوم الثاني من هذا المؤتمر الخاص بالصحة في أفريقيا دعنا في الأجواء لديك أهم الموضوعات المطروحة لنقاش نعم بالفعل هو اليوم الثاني وهو بالطبع اليوم قبل الأخير ينتهي هذا المؤتمر غدا وهذا المؤتمر الأول من نوعه في أفريقيا استضافته مصر تليل على قوة الدور المصري الإقليمي والريادي والقيادي دائما في جميع المجالات ولكن بالطبع نظرا للظروف العالمية بجائحة فيروس كورونا ظهرت هذه المرة في مجال الطب هنا في اليوم الثاني تناقشته مع العديد من الشركات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص المتواجدين داخل المعرض وهو الذي يعد جزءا من المؤتمر تناقشت معهم حول أهمية هذا المؤتمر من وجهة نظرهم الذي استفادوا وتحدثوا عن تبادل للخبرات المختلفة بينهم وبين الشركات المختلفة في معظم المجالات الطبية ربما من أكثر المجالات التي كانت عليها تسليطا للضوء هذه المرة كان مكافحة الأمراض ومكافحة العدوى خصوصا بالطبع بعد جائحة كورونا ولكن أيضا كان هناك جزء خاص بطب الأسنان وتوفد كبير من الدول الأفريقية وممثلين هيئات الدول الأفريقية على طب الأسنان والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة هنا داخل المعرض هناك أيضا أجنحة خاصة بشركات أجنبية وشركات من الشرق الأوسط وشركات أسيوية وشركات أوروبية أيضا جاءوا ليعرضوا منتجاتهم المختلفة داخل هذا المعرض بجانب المعرض هناك أيضا جلسات نقاشية وندوات نقاشية مختلفة ناقشة فيها الخبراء معظم التطورات الملف الطبي بالقرة الأفريقية وكان بالطبع بالأمس حاضر السيد هارفي وهو الحيز على جائزة نوبلو الذي اكتشف فيروس سي وتحدث أيضا بالأمس واليوم عن الدور المصري الكبير الذي تم إنجازه على أرض الواقع في محاولة القضاء على فيروس سي وأيضا هناك جزء خاص داخل المعرض هو الجزء الخاص بوزارة الصحة المصرية وبالتحديد هيئة الإسعاف المصرية التي عرضت أجهزة وسيارات الإسعاف المتطورة والتي بوجودة على أعلى الوسائل التكنولوجية لحديثها والتي تعرضها بالطبع للتبادل بينها وبين الدول الأفريقية ومحاولة ربط التعاقدات وفتح أبواب تسويقية جديدة بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية بشكل عام وتحدثت أيضا مع بعض الطلاب المتواجدين طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية وأيضا الجامعات الأفريقية الذين جاءوا مخصوصا لحضور هذا المؤتمر وهذه الندوات تتحدثوا عن أهمية حضورهم وكيف استفادوا من الندوات النقاشية المختلفة ربما هذا أهم ما رصدناه في اليوم الثاني لمؤتمر أفريكا هيلف أكسون أنا أعود عليكم أشكرك شكرا جزيلا كريم ببرس مرسل التلفزيون المصري من مقر إنعقد المؤتمر هذا وقد استضافت منطقة الصوت والضوء بسفح الأهرامات وبلهول احتفالية خاصة أقيمت في ختام اليوم الأول لفعاليات مؤتمر صحة إفريقيا حيث تمت إضاءة الأنوار وسط تفاعل كبير من ضيوف مصر من أكثر من مئة دولة وتقام عروض ترفيهية وجوالات سياحية للوفود المشاركة في المؤتمر الذي يمثل ملتقا بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي وتقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة أفريكا هيلس إكسكون هو كان فكرة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه به الهيئة المصرية للشرائق الموحد من سنة تعريبا الهيئة المصرية للشرائق الموحد من سنة بتدت شغلي في أفريكا هيلس إكسكون نصقنا تعريبا مع كل الشركاء العالميين في المجال الطبي سواء أماكن أو كوميرشل شامبرز أو وزراء صحة أو هيئات ممثلة هيئات الشراء وهيئات الدواء في العالم كله والشركات الأدوية والمستلدمات والأجهزة الطبية العالمية أنا بشرفنا هذه المشاركة ونشكر الحكومة المصرية على هذه الدعوة ممثلة بالهيئة المصرية للشراء الموحد ونتطلع لمزيد من التعاون والمشاركة مع الهيئة في كل مجالات التعاون الممكنة هذا المؤتمر هو مؤتمر جيد جدا للدول الأفريقية وفي المعرض لدينا العديد من المعامل والعملين بها والصيادلة والمعرض يعد فرصة جيدة للقاء العاملين في المجال الطبي بشكل عام ويعطي فرصا واعدة للتكامل والتعاون بين الدول الأفريقية عامة إن بهرت من التنظيم الخاص بالمؤتمر فتنظيمه ينافس مؤتمرات أوروبية بل أفضل فهو منظم بشكل كبير ومبهر أما الاحتفالية فكانت رائعة وفريدة من نوعها واختيار المكان والديكورات وموسيقى عمر خيرت كانت مدهشة وسعيدنا بهذا المستوى الراقي في مصر كما تعودنا منها إلى البورصة المصرية حيث تباينت المؤشرات بختم تعاملات جلسة اليوم مع تجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء مقابل مبيعات الأجانب سجل رأس المال السوقية مستوى 659.8 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 2.8 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1 من 100% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 49 من 100% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 40 من 100% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة وفي ختم النشر هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار مدبولية رأس اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي ويؤكد ان كل وزير سيكون مسؤولا عن الوفاء بمستهدفات وزارته شكري وصف دياب حسن في بغداد اتعون الامنية ودفاعي المشترك اوكرانيا تعلن سيطرتها على نصف سيفيردونسك وكريم لن يندد باغلاق الأدواء امام طائرة لافروف انتهت نشرتنا شكرا للمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة